رحبت وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية بالإعلان الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والذي أكد فيه قيامه بتكليف محامل محلي لاتخاذ إجراءات قانونية في المملكة لمكافحة القرصنة المسمى شبكة بي اوت كيو والتي تواصل بث مباريات كأس العالم في روسيا بشكل غير قانوني وأشارت وزارة الإعلام إلى أن هذه الخطوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ستأتي لتستكمل الجهود الحثيثة التي تبدلها وزارة التجارة والاستثمار في المملكة في مكافحة أنشطة بي اوت كيو وذلك في بث قناة بي انسبورت غير القانوني داخل المملكة كما أوضحت الوزارة أن قناة بي انسبورت تقف خلف الربط الكاذب والمسيء بين المملكة وعمليات القرصنة مشيرة إلى أن هذه القناة هي إحدى فرغ شبكة الجزيرة الإعلامية التي قامت بتنظيم حملة تشهير إعلامية مغرضة ضد المملكة وقد سبق أن حضرت المملكة قناة الجزيرة كونها الذراع الإعلامي الرئيس لدولة قطر والتي تستخدمها لدعم الإرهاب وتعزيز عدم الاستقرار في المنطقة وقد دعت المملكة إلى إيجاد جهات بديلة مرخص لها لبث الانشطة الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وأخيرا فإن المملكة يهمها أن تؤكد مراعاتها واحترامها لمبادئ سيادة القانون وبحال كانت لدى الفيفا مطالب مشروع مدعومة بأدلة موثوقة فيجب أن تكون على ثقة بأنها ستنال حقوقها العادلة في المحاكم المستقلة في المملكة بما يتوافق مع قانون البلاد